هادين اهلا بخير يعني يمكن مع دخول الخرب ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين قوات الاحتلال الاسرائيلي اليومها التلاتاشر ووصول عدد الشهداء الاربع تلاف شهلي احنا يمكن سمعنا في الايام اللي فاتت تحديد من سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي عن بعض المصطلقات في رسائل كان اطلاقها في بعض اختباطه في الفترة الماضية حبينا ان احنا نحلل هذه الرسائل بشكل كبير تاريخيا ونعرف ايه الغرض من الرسائل دي ايه معنى الرسائل دي اللي بدأنا نسمعها على ما سمعنا الفترة الاخيرة بشكل كبير علشان نعرف اكتر عن المصطلحات دي نعرف عنها تاريخيا نعرف عنها المصطلحات دي مخططات المبنية ازاي التهجير ده معناه ليه من الاساس بدأ يبتر دلوقتي بدأ نسمع عنه اكتر بفترة دي طبعا بيشرفنا يكون معنا سيد زاكي القاضي مدير التحرير اليوم السابع والمتخصص في شكل العسكرية زاكي اهلا وسلم سيد احمد اهلا وسلم سيد اهلا وسلم شاهدين اهلا وسلم زاكي يعني رسال كتير لسيات رئيس الفترة اللي فاتت بمصطلحات عايزين نقول بقت يعني يمكن كانت غريبة على ازنة شوية ما كناش بنسمع عنها الفترة اللي فاتت لكننا بقينا نسمع عنها اكتر واكتر يوميا بقينا نسمع عنها تهجير القصري اه الامن القومي خط احمر مجموعة من الرسائل بدأنا نحس لا ان الموضوع كبير الموضوع ما بكنش بس من مجرد ان هنا في قتلة وهنا في ضحايا وشهداء لا الموضوع في حاجة اكبر منه هل يا زاكي التهجير ده حاجة اكبر مما احنا مخيرين ولا هو حاجة بسيطة طيب عظيم جدا في البداية احنا بنتقدم بالعزاء للشعب الفلسطيني واهل غزة في عدد الشهداء اللي سقطوا منذ بداية هذه الازمة وحنا في اليوم التلاتاشر النهاردة بنكلم عن وضع مأساوي بتمارس فيه الابادة بشكل جماعي وشكل يعني مبرر وبشكل في ضوء اخضر من الادارة الامريكية ويعني سعي من الحصد مكاسب سياسية سواء من قادة الاحتلال الاسرائيلي او من الادارة الامريكية اللي فشلت في اوكرانيا بتحاول ان هي تغطي على هذا الامر بان هي تتوقع كتير من المدانين في فلسطين وهي شغالة على الضم الفلسطيني وهتفبل مكملة او ظن الفترة طويلة احنا معنين بالقصة لان القصة وصلت لحد عندنا احنا في الاساس طبعا القضية الفلسطينية احنا بندها اولوية كبيرة الشعب المصري يهتم بالقضية الفلسطينية الدولة المصرية تهتم بالقضية الفلسطينية تهتم بها في الشكل والمضمون وفي الاجراءات وبالتالي امام هذه الخطوات كنا احنا بنقول ان احنا عايزين نروح للفلسطينيين يعني نساعدهم بمساعدات بدعم دبلوماسي بدعم سياسي لكن تبقى العقيدة الصهيونية عايزة تنفذ المخطط بتاعها يعني حتى لو حمص طلعت او ما طلعتش هذا المخطط كان سينفذ سينفذ عملية الازاحة او عملية النزوح او عملية الضغط بالقطاع غزة عشان يفضي قطاع غزة ده يتوافق مع العقيدة الصهيونية اللي مسيطرة على قادة الاحتلال الاسرائيلي وده احنا هنا مش بنتكلم اه وليد اللحظة ولا ان هو نتاج لما يحدث في غزة الان هي العقيدة الصهيونية كده بالزبط هو كده هي القومية الصهيونية بتتحدث حوالين ان ارض فلسطين دي بلا شعب وان هما شعب بلا ارض هما دي تصوراتهم في العقيدة بتاعتهم ان هما كانوا شعب بلا ارض وان فلسطين دي ارض بلا شعب هما مش شايفين الفلسطيني اصلا فعايزين يقولوا ان هما يفضوا الارض دي عشان يبدأوا عملية التحرك عشان كده الناس لما يتكلم عن المستوطنات او في الاساس ما فقط بس مع المستعمرات المستوطنات اللي هما راحين مكان عشان يستعمروا فهي الاصلة هو الصحة في المصطلح ما فقط اسمى المستعمرات لأنهما بيأخذوا أرض مش بتاعتهم واشتغلوا عليها وعملية غلاف غزة اللي هي احنا كنا من بداية الأزمة لما شفنا المقاومة الوطنية رايحة ناحية غلاف غزة اللي هما بيسمها مستوطرات وإحنا برضو عشان نرسخ المفهوم السليم هي بيسمها مستعمرات لأنهما بيستعملوا أرض مش بتاعتهم هي دي القصة هما لما بيعملوا ده كانوا عملية التوسع هو طبيعة الاحتلال الإسرائيلي هو عايز يجمع كل اليهود سواء يهودي ألماني يهودي أسيوبي يهودي روسي تعالي كلنا هنا هنا طب هنا عشان يجيبهم هنا يبقى لازم يفضل أرض كمان فيفضل أرض يبقى لازم يعمل عملية التجريف اللي بتتم وعملية الضغط اللي بتتم يعني الموضوع مش إنه هو منشورات نازلة من الطائرات الإسرائيلية على الشمال روحوا للجنوب ومليون واحد بيتمر واحدة اللي هم موجودين في رفح وجنوب قطاع غزة لا هو القصة كمان مش عايز يخليهم في جنوب قطاع غزة لا هو عايز يزحهم ناحية مصر وناحية سينة وده الأمر للقادة المصرية مستوعبا تماما وفهم هذه القصة من أول لحظة عشان كده لو إحنا حتى رجعنا أنا شايف أنا نهارك على التاريخ جايب كتب النقل ده تقول إنه لا هي فعلا العقيدة الصهيونية دي حاجة منهج ومخطط هما ماشيين عليه من زمان بيحاول إنه هو ذا التاريخ هو لازم إحنا نقرأ التاريخ لأن الناس دي عندها منهجية في التحرك مش بتتحرك بشكل سطحي ولا إنه هم متفاعلين اللي يخلي اتنين حامل الطائرات من أمريكا موجودين في البحر المتواصل هل إسرائيل ما عندهاش قوات دفاع لا عندها عندها قوات كتيرة كمان لكن هي عملية بتدعم اللي هينفذ والهم عايزين ينفذوه طيب هل عملية الانتقام اللي بتتم واللي رئيس الإسرائيلي نفسه طيلي قال لك إحنا بنجري عملية انتقام وبننتقم من هذا الأمر هل هم يعني عملية الانتقام محتاجين يعملوه بالشكل اللي هم بيعملوه ده لا هم عايزين ينفذو المخطط طيب أنا هجيب لك بعض المصطلحات وإيه اللي مسكورة فيه كتاب تاريخ الفكر الصهيوني للدكتور عبدالوهب المسيري وإيه الموضوع الكتاب ده مثلا من أكتر من خمستاشر سنة بيتحدث حوالين عملية الإبادة اللي بتتم في فلسطين دلوقتي هو بيتعرض ليه مفكر ثوري يهودي اسمه كار بيتكلم بيقول إيه بقى المستوطنين اليهود سيعانون الكثير خلال النضال العربي من أجل الاستقلال يعني هو بيعتبر أن المواجهة ضد العرب هي نضال عشان يستقلوا لأن الاستعمار الصهيوني يدل على نية اليهود على البقاء في فلسطين ليس بهدف استغلال السكان الأصليين وحزب بل فرضهم نهائيا أيضا الكلام ده اللي هو بيتعرض ليه دكتور عبدالوهب المسيري لمفكر ثوري يهودي من خمسين سكتين سنة فالفكرة كده أن إنت إزاي تعمل عملية التغذية وتعمل عملية الإبادة لقطاع غزة وأنا هربطها كمان بحديث سيادة الرئيس لما تحدث حوالي القصة الخاصة بعملية لما كلمنا بكلم في مجلس أمن القومي وقال لك عملية التهجير والنزوح وأنهم عايزين القصة دي في صفحة 24 من نفس الكتاب وإحنا بنتكلم على الفهم اللي الدولة المصرية والخادة السياسية بتقول كل كلمة بحساب وكل كلمة بناء على قراءة وعلى منهجية سليمة تعتمد على أجهزة معلومات بتقول المعلومات بشكل سليم وأجهزة معنية في الدولة المصرية بترفع التقاريب لشخص يعي معنى كلمة الأمن القومي هو الرئيس السيسي هنا لما إحنا فاكرين إحنا لقاء بلينكين لما كان بيقوله إن الاضطهاد تم من الغرب اللي اضطهاد على اليهود ما تمش من المنطقة العربية هنا في الكتاب نفسه بيتكلم عن كده يبدو أن الحضارة الغربية ممكن أسألك يا زكي كتاب ده مكتوب سنة كم؟ 2010 2010 آه يعني من حالي 13 سنة بس يعني فيه ده عملية منقحة لدراسات كتيرة لدكتور عبوهاب نفسه طيب بيقولك يبدو أن الحضارة الغربية غير قادرة على مواجهة نفسها وعلى مواجهة هذه الحقيقة فالمتحدثون بإسمها لا يكفون عن الصرصرة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأطفال اللي بيحصل اللي بيحصل عشان بقول حضرتك هو أما الإبادة النازية ليهود أوروبا اللي السيد تريسي كلم عنها فبدل من رؤيتها على أنها ظاهرة متكررة من الحضارة الغربية الحديثة التي بدأت بإبادة السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وبعدين بيجي ماشي شو أقول لك إيه بدلا من أن تدرك الحضارة الغربية الإبادة النازية باعتبارها ظاهرة متكررة وربطا بكلام سيد تريس لما التقى بلينكين فأنها تصنف على أنها حدث فريق ثم تستخدمها كسطار من دخان لتخبئة ما يدور من مزادح في عالمنا يعني هنا القصة بتقول إيه هم عملية التصدير اللي بتتم مرتبطة بإسياقه حديث سيد تريس لما بلهم القصة أنتوا اللي عملتوا الإبادة لليهود أنتوا اللي استهدفتوا ليهود مش العرب فبالتالي اللي انتوا بتعملوا ده موضوع أكبر من فكرة أنتوا بتنتقموا من الحماس ولا من المقاومة الوطنية أنتوا بتعملوا إبادة جماعية عشان تعملوا عملية النزوح والتحرك نحو سيناء عشان مخططكم إذن كده إحنا في كتاب تاني وهنا أتعرض ليه اسمه موسوعة سيناء عشان بس الناس برضو تربط المشهد ببعض موسوعة سيناء موسوعة سيناء هنا بيقول لك إيه إن سيناء موسوعة سيناء المين ليه محمد فاتح سين الناس كتير اتكلموا عنها لكن محمد فاتح سين هو اللي محطوط على الغلاب برضو دي تصحيح للمعلومة لأنه في عدد كتير مشاركين في موسوعة سيناء بيتحدث حولين إيه إن سيناء دي أكتر بقاع العالم تعرضا للهجمات منذ بدء التاريخ يعني إحنا داخلين على قصة وعلى مصار لهجمة جديدة على منطقة هي الأعلى فيها الاستهداف على مر التنيخ في العالم سيناء أه سيناء عشان كده القيادة المصرية مستوعبة تماما لما نشوف تصرحات ستة الرئيس وبيتحدث حوالين اللي انتم بتعملوه ده عايزين تودونا الفين عايزين خلونا نوصل لإيه إن أهالي فلسطين يسيبوا أرضهم ويتركوا قضيتهم والطبيعي إن قضية أي بلد على أرضها يعني قضية المصريين بتبقى على أرض مصر قضية الفلسطينيين تبقى على أرض فلسطين هي دي القصة سيدة الرئيس لما تكلم مبارح فيها النقطة المبارح وقال إن هم عايزين يوصلوهم يوصلوهم يعملوا إن هم يبقوا موجودين في سيناء فتبدأ الخطوة التانية إحنا بنحارب الإرهاب فتبدأ عملية الرد فتبدأ بقى نسحب أرض جديدة يعني هو كمان مش بيتصور ده هي خطة ممنهجة وهم متدربين عليها ولديهم أمر عقائدي في هذا التصور إن زوء القصة واحدة واحدة خلي بالك عايزين نركز في تصريح في غاية درعي فأول ما بدأت الأزمة قال إيه قال لك إحنا ما قلناش نروح مصر لما كان طلع متحدث إسرائيلي تاني وقال إن معبر رفع مفتوح روحه ناحية مصر أول يوم أو تاني يوم نفع القصة دي من بعد ثالث يوم في غاية درعي بدأ كل يوم روح للجنوب روحه ناحية غزة روحه ناحية غزة والدفع في هذا اللي يتجاه إنتعرف حضيك اللي هيروحه ناحية غزة دوله كام مليون فرد مليون فرد في قطاع كله مساحته 350 كيلومتر فأنت لما تتكلم على دفع في مساحت 350 كيلومتر بتضغطهم في جزء واضح بس اللي هو رفع الجنوبية والمنطقة الجنوبية دي اللي لا تتعدد كيلومترات في عدد كبير وفي نفس الوقت قافل عليهم مية وكهربة وصرف صحي ومساعدات وغزاء كل القصة دي والمشهد ده هم ماشيين عليه مخططة هم فاكرين والناس والشعب المصري برضو يعني أرجو أنه يركز في الكلمة دي لما سيطة رئيس في مجلس الأمن القوم المصري قال أمن مصر أو أمن مصر القومي خط أحمر هل هنا كان المقصود بي رسالة للي حاول يعدي ناحية سيناء لا الرسالة أيضا كانت لقادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن المشهد لأن أمن مصر خط أحمر أو أمن مصر القومي خط أحمر للكل الصديق والعدو ولابد عملية الإدراك هنا أنت تدرك أن رئيس سيسي اللي هو مبارح بعد التصريحات كان موجود في محور عبد المجيد محمود في نفس اللحظة ده اللي أنا عايز برضو هو يعني معنا كان الخبر أن نفسية رئيس بعد المتابعة مع المستشار الألماني أولف شولتس رح على تفقد أعمال تطوير محور مستشار عبد المجيد محمود الذي يعاد من أهم المحاول الرئيسية جاري إنشاءها في المنطقة المقطم بالقاهرة الكبرى محور من ذات الكثافة المرية العالية التي تخدم أعداد كبيرة من المواطنين يعني لو زميلنا محمود فخري دلوقتي يعرض لنا الفيديو المعادي ده أكيد برضو إذا كد بيعكس إن الرئيس برضو يعني قدامه حاجات على الحدود يعني قدامه عرض حاجات آآ آآ أهمة جدا زي ما أنت بتقول خط أحمر وأمن قومي وفي نفس الوقت لا أنا بلدي جوة أنا عندي حاجات جوة مش هسيبها أنا بنامي وبكبر وبعرض طيب أنا عايز أقول للسادة المشاهدين حاجة إحنا إحنا بلدنا فهمة جدا جدا التاريخ وفهمة جدا جدا الأمن القوم المصر اللي أنا بقوله لحضراتكو ده كتاريخ الفكر الصهيوني مثلا على سبيل المثال وكمانها الصهينا ماشيين عليه ودولة الاحتلال الإسرائيلي ماشي عليه قدامها الاختيارين قدامها الاختيارين المهم جدا أن إحنا أستاذ أحمد وإستاذ المتابعين نركز في القصة دي أنا شايف الفيديو اللي بيعرض إحنا قدامنا طريقين طريق حكاية وطن واللي إحنا عملنا في حكاية وطن والإستاذ رئيس بيزور المشروعات القومية هادي طريق وطريق يعني رئيس السادات والمنهجية بتاعته والتعامل بتاعه وظروف يعني اللي بتبقى خطوة وراء خطوة بالزد إحنا هنا الشعب المصري اللي هينزل بإذن الله بالملايين بكرة في الميادين لا ومننزل بكرة هتكون مفاجأة للكل هل لنا في اللي شفناه بحدينا الأول طريقين طريق إحنا ناس عايزة تعمر وتنمي هو اللي سيد رئيس بيعمله وفي نفس الوقت ناس مش يسيب قضيتها بشكل واضح وصريح بمعنى إحنا عايزين ندخل المساعدات اللي اتصل مع الرئيس الأمريكي بايدن وقبليه بلينكين وقبليه بايدن باتصل تاني ومع الزعماء كل زعماء دول العالم اللي بيتواصلوا مع السادة الرئيس إحنا عايزين ندخل المساعدات الإنسانية بندعم فلسطين سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا بندعم فلسطين في إجراءات رئيسية تبرع بالدم تبرع بالفلوس تبرع بيئة المساعدات العينية ثلاث مسارات وطرق رئيسية برضو علشان أنا عايز برضو أشرح اللي بتفرغي دلوقتي على الفيديو إن الفيديو ده لسياد رئيس مبارح بعد كان مقابلته مع المستشار الألماني أوليف شولكس وهو بيفتتح أعمال تطوير محور مستشار عبد المجيد محمود بمنطقة المقطن بالقاهرة الكبرى وبعدها افتتح برضو أجزاء وإنشاء أعمال إنشاء امتداد معايا كتاب أنيس منصور من أوراق السادات أنا رتبطا باللي أنت بتسأل عليه تحديدا يعني الرئيس السادات بيعمل حوار صحفي ونشر في مجلة أكتوبر مع الكاتب أنيس منصور تمام وإحنا بيقول فيها هو بفصل الكلام بيقولك إيه لو كان هذا التاريخ الذي أرويه موجه للعسكريين وحدهم لكان من السهل جدا أن أشير إلى ذلك دكابية زكية من أوراق السادات من أوراق السادات آه أنيس منصور لو أسكتاء التاريخ ده أراه موجه للعسكريين فقط فيمكن أن الأمر يبقى سهل لكن هنا أتوجه إلى شعبي وإلى الذين يقرؤون التاريخ من الشباب لكي يتأملوا حتى يعرفوا الحقيقة فهذه الحقيقة كانت ومتزال وصوف فتبقى هدفي أنا عايزك تأخذ الكلام ده وتسحبه على كلام على السادة الرئيس السيسي من أجل مصر وسلامة مصر ورخاء مصر سوف تجيء لحظات كثيرة أدوس فيها على كبريائي من أجل مصر ومن هنا هي دي الفكرة هنا منهج لرؤساء الدولة المصرية أنا ممكن أجي شوية على نفس عشان أهل مصر والناس اللي بتشوف المشروعات ورئيسي بموجود في المشروعات وفي نفس الوقت مش أسيبي القضية اللي أنا فاهمها ومستوعبها وأريها عارف أن عملية نزوح بالتم وعملية ضغط بالتم عشان توصل أن الفلسطينية تخلى عن قضيته طب إحنا مصر فيها تسعة مليون لاجئ سودانيين سوريين وباقي الجنسيات الموجودة هل إحنا متضررين بأي عدد يبقى موجود في مصر؟ مصر بالطبيعة دولة مضيافة إحنا الحد وقت عايشين على سبعة في المئة من مسحيتك كل مصر بمساحة الباقي فاضل هل إحنا متضررين؟ لا هنا التضرر للقضية الفلسطينية نفسها للصالحة الفلسطينية هتنفيه أنتوا لعود أنتوا تدفعوا بريبة قضيتكم وهنا بالتالي أمام المشاهد أنا عايز أقول لحضرتك قبل يوم سبعة أكتوبر كل الشباب اللي أنت كنت شايفهم على التك توك وعلى التطبيقات وعلى الحاجات دي كان يعرفوا حاجة اسمها فلسطين ما كانواش يعرفوا حاجة اسمها فلسطين إلا مسمى من سبعة أكتوبر لمدة تلتاشر يوم كل التطبيقات بتتكلم عن فلسطين ده رقم واحد رقم اثنين كل الصفحات بتتكلم عن فلسطين وعلى الفكرة مش العربي بس والأمريكي نفسه اللي واخد رؤية دولته لكن لأنه بيواجه بمعلومات تانية فيبدأ يكون رؤية تانية فبيعرف أنه في حاجة اسمها فلسطين أيها لو خاد النظر الوحدية لكنها بداية للوصول للنظر السليمة وده اللي يخلينا زي ما احنا يعني كنا بندردش قبل الهوى حوالين احنا نعمل ايه برضو عشان نتعامل مع العالم ده بكل الوسائل اللي يعني بيتعامل بها معنا وكنت انت بتقول يعني ان لو نتكلم مع العالم ازاي ده كان حاجة برضو يعني اكيد اكيد انا حاس برضو يا زكي لما بنتكلم احنا بنا وبين بعض انا على السوشيال ميديا موجود كل اللي شايفني وكل اللي حوالي يعني اصحاب المعارف مصريين يعني حاس ان احنا بنتكلم في دايرة محكمة ودايرة مغلقة مش عارفين نوصل صوتنا البرة اكتر بحيث ان هما يسمعوا انا حاس ان اسرائيل برضو نجحت في البداية ان هي تنقل المعارقة الصلاحة بشكل كبير انا اقول تلات حاجات رئاسية الناس يريد يكتبوهم ورايا كده ويسجلوهم وياخدوا بالهم منهم رئيس الولايات المتحدة الامريكية رئيس فرنسا رئيس ايطاليا رئيس المانيا ما بيسمعش التلفزيون ويطلع ياخد قرار بناء عليه ويقولك انا هتعامل مع فلسطين واسرائيل كذا رئيس الولايات المتحدة الامريكية بترفع له تقارير من اجهزة المخابرات والاجهزة بتاعته بتقول له عدد الاسرائيليين كذا اللي مات وعدد الفلسطينيين اللي ماتوا كذا ومين ضرب المستشفى المعمداني ومين اللي بيضرب مستشفى الشفاء وعدد الاطفال اللي عنده الاسرائيليين فهو عنده المعلومة الصحيحة لكنه عنده المنهج الغلط بياخد المعلومة الصحيحة هو عارفها لكنه يعني عشان بس ما يطلعش بايدن فقولك انا شفت فيديوهات ما نتنياهو فانا حسيت بالقلم فالناس يظنوا انه ده مصدر المعلومة مصدر المعلومة عنده في المكتب عارف ان الفلسطينيين بيموتوا لكنه قرر ان ياخد طريق اسرائيل ده رقم واحد رقم اتنين الشعوب بقى برضو مهمة يعني انا عايز برضو الموضوع ده برضو نوصله الناس قاعدة هنا فاكرة ان رأى كل اللي بره مغيبين بسبب ان الاعلام الغربي كله بينقلهم الصورة ان اسرائيل مظلومة اسرائيل اللي تم اللي اعتذاء عليها يبصانع القرار في الاصل بياخد معلومته من معلومة سليمة وعنده مغابرات واجزة معنية بتنقله الصورة بسليمة وعارف ان الفلسطينيين بيموتوا ومستهدفين ومضمرين ده اكيد ده رقم واحد رقم اتنين الشعوب بتاخد معلوماتها من ثلاث سياقات المصادر الرسمية فهنا بيحصل عملية التشويش يعني هو بياخد من الرئيس والبايدن بيقوله انا شفت فيديوهات في ابنها عملية التشويش وبياخد من وسائل الاعلام وبياخد من السوشال ميديا ان صانع القرار الدولة تقدر تتعامل معها تقعد وفي التلفون سيد رئيس في التلفون يقول له كذا وكذا وكذا لحد ما نوصل لمرحلة معها لكن احنا مسؤولين عن الاعلام والسوشال ميديا الدولة الاقليمية التي تمتلك اموال والدول المتعاطفة انسانيا في العالم التي تمتلك اموال يمكنها شراء هوا او اتفاق على هوا في قناة السين ان والفوكس نيوز وكل القنوات دي هيطلعوا مش هيهجموا الاسرائيليين وانا بقول دايما بقول كده مش هيهجموا هيعرضوا صورة فلسطين اللي بيموتوا المستشفات اللي بتتضرب ويقدروا يعملوا ده فلاحنا نبقى موجودين في وسائل الاعلام العالمية بوقت موجود يبقى ساعتها الصورة المواطن الامريكي هيسمع هذا المشاكل اكلمك بالسان الغرب لازم نصرق فلوس اكلمك بالسان الغرب ما ممكن اكمل الفكرة واحواد هيك تتفضل تاني حاجة الاعلانات اللي حواليك زي ما احنا هنا بنشوف اعلانات واحنا مشيين بالعربيات الاعلانات الموجودة في الولايات المتحدة المتحدة امريكية في الشوارع في نيورك في اوروبا في كل الدول تقدر تأجر مساحات اعلانية تعرض فيها صور الفلسطينيين لان دلوقتي الاسرائيليين بعد كل ده بيشتروا اعلانات في الطرق وبيحطوا صور اطفال هم مش موجودين اصلا مع المقاومة لكنهم بيمرسوا الكذب والتجليس لانه عندهم مرزمات بالفعل لديها مليارات فانت لابد ان انت تدخل على الاعلانات اللي حاولين البيض البيض اللي في الشوارع اللي انت شايف ان هي مهمة تبدأ تأجر هذه الاعلانات تعرض صورة فلسطينيين مين اللي عليك ايه ده بب انا وهو ده اللي نلوقته في الاول اه في اطراف اقليمية لابد ان تكون لديها يعني حمية اكثر من ذلك المعركة معركة كل المؤمنين بالانسانية مصر في المقدمة لكن هناك اطراف مؤمنة مفروض تؤمن بالانسانية طول هذا المشهد وتتعامل مع هذا المشهد انا انا مش اسمي بلد سين وبلد صاد لكن الدول اللي لاتي تمتلك اموالا قادرة على عملية الصرف لابد ان يكون هذا ثالث حاجة بقى سيد احمد السوشال ميديا السوشال ميديا دي برضو احنا يعني عارفين تفاصيلها تقدر تعمل اعلانات تقدر تعمل استهداف لجمهور معين كل ده بالفلوس تقدر تشارك بهذه القصة فبرضو الاطراف الاقليمية والاطراف الدولية المؤمنة بالانسانية تقدر تدخل في هذه المعركة وتعدل الصورة شوية يعني بارح فيديو محمد صلاح لما حصل لما طلع شاف الملايين الناس عملوا كذا في المشاهدات هو في الاولاق خد طريق واحد اللي هو بتاع ايه انقذوا غزة دخلوا المساعدات انا مش محتاج ان الناس اللي برا عشان مجيش عليهم القيود الاسرائيلية والمنظمات اليهودية ولهم بيقدروا على ان يكتفوا الناس متروحش ناحية اسرائيل في الهجوه انت برز الذي يحدث فيه قلسطين من تدمير من تدمير قطاع الصحة من اطفال من مساعدات مقفولة ده جزء وجانب مهم جدا لان احنا عايزين المعركة الناس اللي فيها يستمروا معانا ما يتقيدوش محدش يقدر يكتفهم فلما هم ياخدوا الجانب ده يقدروا ياخدوا قطة اكبر في مساعدتنا هي اللي قم جدا مع زي ما قلت لحضرتك فكرة الرؤساء الامريكيين الشعب الامريكي بقى فكرة اتعامون نحن كدولة بقى كشعب احنا شعب المصري نزل اتبرع بالدم وعملنا ما لم يكن مصر متصدرة من بداية الازمة مصر من الاولى الدول القصة مجرمي الاجراء كمان الشعب ده شعب حي وشعب حي يعني عنده قدرة انه ياخد عيلته واسرته ويروح يتبرع بالفعل ده رقم واحد يقعد لحد الساعة ستة سبعة مستني الناس تخلص عشان يتبرع بالدم فده جزء اللي مالك اللي ما عندهش فلوس اتبرع بالدم لان ده افسط حاج اللي عنده فلوس راح لحياة كريمة وللتحاف الوطني اتبرع بالفلوس اللي عندهش فلوس عنده منتجات يعني راجل اعمال عنده منتجات طلع منتجات يعني غزائية اه اي مساعدات طلحها في شكل عيني للتحالف الوطني صح فاحنا هنا نلاقي المعبر اللي موجود هناك في اموال معانا برضو شاشة صورة المعبر هو دلوقتي المساعدات الوقفة على المعبر يعني كان برضو شكل مبهج ومفرح الحقيقة مساعدات سيارات قوافل ضخمة وكبيرة جدا بامتداد يمكن كيلومترات كبيرة جدا زي ما احنا شاكين دلوقتي الفيديو قدامنا هي دي هي دي الصورة الحقيقة للمصريين المصريين لو ظن البعض انه هم تأثروا بالبعد عن التاريخ أو عن القراءة او كان عندهم زنون في شبابنا انه هم بتعادوا عن القضية ادي صورة الشعب المصري الناس اللي صرفت على القوافل دي هم المصريين وهم ابناء مصر وهم رجال اعمال مصريين وهم الدولة المصرية شعب بننفذ بالضبط هي دي الاجراءات دايما سيد الرئيس عنده كلمة يعني من اول ما ميزك من 2014 دايما لما انت يجده يقول جبر الخواطر فأقول لك انافذها ازاي اعمل ده مساعدة الفؤرة انافذها لازم اجراءات الاجراء ده يتناسب مع كل كلمة عن المصريين ودايما احب اذكر الناس بالواقعة بتاعة عام الرماضة ودازم نرضو الناس تذكرها معنا الواقعة زي دي موجودة في عام الرماضة في التاريخ بقالها مئات السنين لما عمر بن الخطاب يخاطب عمر بن عصر اللي موجود في مصر ولمصر فبيقول له غوساء وغوساء وغوساء انقذني هو في مصر هو امير المؤمنين فيقول له سيدنا عمر بن عصر قال له لأرسلنا اليك قافلة اولها عندك واخرها عندك هذه ايضا لابد ان تذكر في التاريخ لأرسلنا اليكم قوافل اولها عندكم واخرها عندك وبالفعل هذه القوافل تعبر عن صورة المصريين احنا هنا مش بنتكلم كلام يعني التنصير الصورة موجودة قد رقم واحد تصرحات سيدة الرئيس وهذه اللغة موجودة وده رقم اثنين تحركات سيدة الرئيس موجودة تالت حاجة ولا رابع حاجة الشعب المصري موجود في الشوارع مبارح وموجود النهاردة يعني الرئيس موجودين يعني انهم يبقوا موجودين على فكرة دي حركة عزة موضوعية على الإجراء يعني مثلا ييجي حد يقول لك طب ما فيه في الدولة الفلانية طلعوا ماشي عظيم جدا الفرق بين في حكمة صنية كده بتقول لك الفرق بين الزعيم والزعيم العظيم الزعيم هو اللي يخلي الناس تصخ فيه لكن الزعيم العظيم هو اللي يخلي الناس تصخ في نفسها احنا قادرين بزعيم عظيم ان احنا الناس تصخ في نفسها والناس تشوف الاعداد عايز اقول حاجة المصار لابد ان يصعبه الاسرائيلي قبل الفلسطيني الرئيس الرئيس بدأ يبسط لنا المسائل في اخطاباته يعني بدأ ينقل لنا الصورة بشكل بسيط يعني احنا ما كناش فعلا نسمع عن التهجير ما كناش نفهم يعني ايه امن مصر قط احمر الامن القومي حاجة دي كلها رئيس عودنا في اخطاباته دايما في الفترة الاخيرة انه بدأ ينقل لنا الرسائل بشكل بسيط المواطن البسيط اللي ملوش في السياسة في معنى اصح يقدر يفهم المعنى لما رئيس امبارح مع اولف شولتس قال ان الرفضة من المصريين هيكون بالملايين لو تم دعوتهم ان هم ينزلوا علشان يرفضوا بخطة تهجير لسينة هيكون بالملايين وده اللي شفنا امبارح بالليل لما لقينا كل المياهدين في كل المحافظات الناس مارية كل المحافظات بالالاف من الناس كانوا ماليين المحافظات فعلا وانت بتقول ان لسه بكرة كمان هنشوف اعداد يمكن اضعاف اللي احنا شفناها امبارح كانت هتبقى برضو موجودة في الشوارع انا اقول لحضرتك في الجيش المصري دايما كده وبحكم اننا متابعيتي للملف العسكري في حكمة شهيرة كده اقول لك الوحدة قائد الوحدة قائد يعني القائد اللي تلاقيه مهتمه وبتاع متفاعل تلاقي وحدته تناسب صورته وتناسب حقيقته هنا برضو الحجمة دي لو سحبناها على مصر وباعتبار ان السيد رئيس عفتاح السيسي هو ظابط جيش مصري قادر على تمثيل العسكرية المصرية لو قلنا الشعب قائد احنا هنا نعبر عن صورة قائد يرغب في انه يحقق بالفعل حاجة سليمة يطرح رؤية سليمة وبالتالي الشعب المصري يواكب هذه الصورة الشعب قائد لان هم اللي موجودين بيتبرعوا بالدم هم اللي بيدعموا الرئيس السيسي سياسيا ودبلوماسيا فيما يتحرك ايضا عملية انا اوزن ان حتى عملية ان الموضوع هيطول هنا النفس الطويل كمان ميزة عند الشعب المصري هم قادرين هذا العلم الذي مرفعه قدامنا التأييد بالضبط العلم اللي مرفعه قدامنا ده في مصر وفي محافظات كمهورية هو ده العلم اللي بيعبر عن حقيقة المصريين وقيمتهم المصريين هم دول المصريين دول اللي ظن البعض ان ربما يكون ابتعدوا عن تاريخهم عن قضيتهم فبالتالي القضية دي هي قضية الشعب المصري ولابد تكون مرضو قضية الشعب السعودي الاماراتي الاردني المريبي العراقي اليمني تبقى قضية كل الشعوب العربية باعتبار يعني دايرة الدفاع الاولى عن فلسطين بالاضافة اللي ببط يكون قضية الشعب الكندي النرويجي الاسباني باعتبار انهم مدافعين عن الانسانية احنا هنا بنطلع بقى من مظلة العروبة ومظلة القضية والمنطقة الى مظلة الانسانية فبنت كل النهار قايلين علينا حوء انسان حوء انسان حوء انسان طب هي حوء الانسان هنا خلاص ان عدمت حوء الانسان ان عدمت هنا طيب انت رحت الاوكرانيا عشان تدافع عنها لان روسيا دخلت عندها فما دلوقتي اسرائيل دخلت عند فلسطين يعني انا تاخد طرف المعتدي في اسرائيل وتاخد طرف المعتدي عليه في روسيا واوكرانيا عن منطق لازم يبقى عندك منهجية ثاني حاجة هل معقول ان الادارة الامريكية ورئيس الامريكي او وزير خارجية نبدأ من وزير خارجية الامريكي يقولك انا جاي بصفة يهودي لا بصفة وزير خارجية هل معقول ان رئيس الامريكي بالتقاطم جرام الحرب لا تسقط بالتقاطم كل مواطن مدني هل هم كم نسبة حركة حماس لهم على مزعمهم كم نسبة حركة حماس بالنسبة للمدنيين اللي ما هي واللي احنا مكلم فيه 4000 مقربين على 4000 شعيين هي دي القصة هم عايزين بيقولوا ان هم بيلغطوا عشان الاسراء الاسرائيل هل ولازم كلنا وكل العامي مثل نفسه النتيجة المنطقية هتوصل لفين ما ده ده اللي نقول هتوصل معاك بيه بس رسة في الآخر بس عايز قبل ما نوصل لحتة احنا نوصل لفين جهة هنخليها في الآخر تمام فيه جزئية تانية انا عايز لو صلى الله بردو يزاكي لو هنسوف الخريطة بتاعت غزة الخريطة بتاعت شكل يعني اسرائيل وجنبها القطاع غزة النقب السحراء النقب لما الرئيس اتكلم عليها مبارح وقال بالنسبة للتهجير لو عايزين تهجروا عندوكم صحراء النقب اه ودوا الغزاوية على صحراء النقب اه في خطة معلنة وركز على كلمة معلنة وبعدين رجعوهم تاني لغزة ايه موضوع صحراء النقب ده برضو علشان نتكلم عنه طيب احنا زي ما انتم حضراريكم كده عرضين الخريطة ومدينة غزة بعض المعلمات البسيطة هي تلتمية وخمسين تلتمية وستين كيلو زي ما احنا شايفين كده هي باللون الاخضر على التمية على عشان اللون الاخضر هي اشتقت اسمها من مدينة غزة يعني قطاع غزة ده في مدينة اسمها غزة جواه عشان الناس اللي بقى نفرقها اتسمى القطاع قطاع غزة من المدينة عندنا لما منصد نسمع على بيت لاهية وبيت حنون هما موجودين في محيط مدينة غزة اللي هي النقطة البيضة اللي موجودة دي لما بنيجي اللي هما بقولك بنستهدف مدين الجنوب اللي هي خان يونس وبيقر سبع العليمين دي ويتحت في مدينة رفح وبرضه عايز افكر المصريين والشعب اللي بيتمعنا ان في مدينة رفح اسرائيلي فلسطينية مدينة رفح مصرية فبالتالي عملية اللي هنا فيه معبر رفح ما بين الحدود عشان بس فلما يعرفين ان هم بلول بيستهدفوا مدينة رفح جهة فلسطين عندهم مدينة رفح دي من ايام دي مهمة برد دي من ايام معادلة السلام اه الناس ما تعرفش ده فمن ايام معادلة السلام في مدينة رفح فلسطينية ومدينة رفح مصرية بالضبط صحراء النقب عند خان يونس كده جنوبا النقطة البيضة اللي قدامنا على الخريطة والجنوب دي هو ليه السيادة رئيس قال كده بالضبط انت دايما لما بتفكر في اي حل بتفكر في محيطك وفي السيادتك انت تعتقد ان انت دولة ذات سيادة اللي هو الاحتلال الاسرائيلي يعتقد ان هو دولة ذات سيادة فلابد ان تكون كل اجراءاتك وقراراتك في نطق سيادتك صح كده بالضبط فانت لما تحب تهجرك مع غزة ان شاء الله حتى تودهم تل ابيب تودهم الضفة الغربية تودهم رمال او تودهم عسقلان بلدهم او سيديروت او بئر سابع اللي اسمها مستوطنات غلاب غزة اللي احنا شايفينها بالمساحة الصفرة دي ما بينها وبين الضفة الغربية لان دي برضو ارض فلسطين على اللي تقلي بالك يعني اصلي ان انت ادي محيط قدرتك انت مش محيط قدرتك في الكلمة اللي اسمها مصر تحت دي عشان بس نسبة صعبة مصر اللي تحت دي شمال سيناء اللي هي العريش ورفح والشيخ زويد التلاتة دول احنا دفعنا فيهم دم كتير للناس نتذكر احمد المنسو نذكرهم احمد المنسو كاتبته استوشيده في رفح دي اللي هم عايزين بيفكروا يعني يخططوا لها استوشيد في البرس في رفح احنا دفعنا دم كتير عشان لوصل للحيطة دي اللي هي جزء من مصر فهو هنا بيحكم في اللي يمتلكه او اللي تحت ايده ما يحكمش في ارض غيره ده المنطقي وده اي حد بيتكلم كده هل معقولة الامريكان لما المكسيكيين بيعملوا عملية الهجرة بتاعتهم راح اقولولهم منعمل منطقة جوالماكسيك لو ما بيعملوا الحاجة جوالامريكا عشان يعملوا لهم منطقة الجدار اللي كان فيه ازمة على رأيك المخطط بتاعها من امريكا ما دخلوش المكسيك عشان يعملوا جوالامريكا فبالتالي صحراء النطق هي ورسات رأيس هنا بس عشان بس نبوضحين هنا بيتكلم على تصورهم هم للقضية يعني انتو بتقول عايزين ننظف شمال غز يب انتو تنقلوهم بقول لحضرك حتى تنقلوهم تل قبيب يعني يا لظي بس بالأول الاقتر عايز تنظف والناس ترجع ارضها لان ده ارضها وده حاجتها وده تاريخها فاحنا هنا مش تفكر في حلول تانية انت لا تمتلكها ولا تمتلك تنفيذها برضه عشان تبقى اللوغة واضحة امن مصر القومي خطة احمر مرتبط بكلمة انه لا يمتلكها ولا يمتلك تنفيذ اي حاجة خارج حدوده طيب هن صحراء النطق زي ما بنقولها هي وهي يعني تحت سيطارة الاحتلال الاسرائيلي يقدر يعمل عملية الازاحة دي له يعني في المزاعم لكن المفروض بقى ان المنظمات الاممية اصلا والمنظمات الدولية ودول العالم يتدخلوا انهما يوقفوا القصة دي القصة دي حتى سياسيا وعسكريا واقتصاديا ضد النظام المادي في اسرائيل ضد النظام المادي لكنها ليس يعني النظام المادي كحكومة واجراءات يدخلوا حزبه ومقتصاد وعسكين يقولوا انت خسرته انتم مات منه كل هذا حاجة لكن النظام العقائدي الصهيوني لا ده كده زي ايوة اما بين دول هنا بيظهر ضبع الامريكان والمؤسرين والاسترات الرئيس ووزارة الخارجية المصرية يتكلموا فيه يقول لك ايه لابد من تدخل الدول ذاتة التأثير على الجانب الاسرائيلي لان الجانب الاسرائيلي عنده شهوة تنفيذ المخطط الصهيوني لكن الحكومة الاسرائيلية والشعب الاسرائيلي يقدروا هنا لان هما فيهم يهود من روسيا ومن اسيوبيا عايزين يحاسبوا الناس ماديا فلما بيقفوا هما لما يقفوا نتنياها ويتحاسب نتنياها مش عايز يقف اللي لما يعمل ايه سؤالي يخلص الموضوع يقولك انا نفست تعليمات صحيوة سؤال ممكن يجي في زي ان حد بتفرج عليك دلوقتي بما انك يعني متخصص برضو في شؤون العسكرية هل من الممكن ان يفشل هذا المخطط اللي هو الاسرائيلي نعم مليون المية مليون المية مفيش حرب اسرائيلية او خليني لا عكس لك سؤال هل من الممكن ان ينجح هذا المخطط طالما فيه حاجة اسمها جمهورية مصر العربية مه اللي هم عندهم احلام صيهونية يعني همش بقول اسرائيل بقى هقول ها فاكرينا عندهم احلام صيهونية ده رقم وحد رقم اتنين ان ربنا كرمنا في هذه المرحلة لدينا بالفعل لقيادة سياسية تستوعب معنى الأمن القوم المصري زابط جيش مصري يعني مر بكل التجارب التقليدية وغير التقليدية مروراً بالمخابرات الحربية والمعلومات واتصالاً بالثورة و30 يونيو وتعامل مع أغبس أهل الأرض اللي هم الإخوان فبالتالي يعني معنى الخباسة يعني شافوا مع الإخوان ويقدر يتعامل مع اللي شكلوهم في أي حتة في العالم وبالتالي إدارته للقصة إدارة مختلفة وهذا من كان وربنا علينا أنه موجود في هذه المرحلة وخلي بالك برضو عشان برضو ما نبخص الناس حقها الدولة المصرية ربنا دايماً بيكرمها بقادة على قدر المسئولية يعني زي ما قلت حضرك السادات وإدارته للقصة الموضوع كبير جداً السادات يعني الناس عشان برضو على السوشيال ميديا لما كان بيكلم والناس بتشاري الفيديو ده لويندوه الكتير لما قال له أنا أعزمك فبيرد على الموزيع فالرسي أعزمك في سيناء فهي دي الإدارة المصرية القادرة على فهم أبعاد القضية طالما في جمهورية مصر العربية طالما في حاجة اسم الشعب المصري طالما في قيادة تستوعب معنى الأمن للقوم المصري هذا المخطط لن ينفذ لكن نحتاج أن الوعي الفلسطيني القومي لابد أن يستوعب هذا الأمن وإحنا معاهم في التضحيات وإحنا معاهم في عزقنا في كل اللي بيعملوه لأن أي قضية لابد أن تدفع ضريبة وهم هنا بيدفعوا ضريبة قضيتهم واللي الكل بيشهد أنهم بيدفع ضريبة قضيتهم وبإذن الله يستكملوا ثالث حاجة احنا عندنا مكسب عظيم القضية الفلسطينية أصبحت موجودة في كل شوارع العالم في كل سوشيل العالم في كل المسارع العمليات يعني كل جسط المخابرات حول العالم بيبص للقضية الفلسطينية كانوا نسينها كل القادة العسكرين ببينظروا القضية الفلسطينية كانوا نسينها احنا في مصر طبعا فاكرينها وعندنا قدرة على متابعة كل التفاصيل لحظة بلحظة من زمان حربا وسلما لكن أقول على العالم كله شبابنا كمان ميزة كبيرة أن شبابنا عرفوا أن في حاجة اسمها فلسطين والحمد لله جاءت مرتبطة به خمسين سنة أكتوبر احنا في خمسين سنة أكتوبر بكرة احنا دعيين بإذن الله الحوار الوطني وأنا صفتي مقرر مساعد كمان لجنة شباب في الحوار الوطني دعيين الشعب المصري أمام النصب التسكاري في مدينة مصر أنه ينزل بالملايين وأمام النصب التسكاري النصب التسكاري ده تخليد اللي احنا عملناه في الإسرائيليين في شهر اكتوبر يعني كلها يعني مثل شعب هذه الدفاتر التي لدينا ونحتفظ فيها في تضحياتنا وبما فعلناه فيهم لابد أن يختاروا الطريق إما اختيار أنهما يسيبوا ويتعاملوا مع الشعب المصري بهذا الشكل أنهما يختاروا طريق السلام والهدنة والتراجع ويبطلوا عملية عملية الإبادة ويأجلوا مشروحهم شوية لأحد ما يشوفه حد يوفق عليه ويقدر ينفسه أخيرا أخيرا إلى أين ستصل هذه القضية إلى أين سيصل الوضع هل في قريب العاجل أم سيطول المدة مليون المئة هما مش يقدروا يخلصوا على الفلسطينيين ومليون المئة أنهما مش يقدروا يحققوا هدفهم النتيجة المنطقية أن نتنياهو حكومة نتنياهو ستسقط وستحاكم كما حكمت حكومة 73 جلد مئير أمام اللجنة المعروفة وحكمه حكومة نتنياهو كذلك سيحدث ذلك لكن نحتاج للتعجيل بالنداية حدوس لابد من تدخل أخليمي وعربي وإنساني في القضية بشكل أقوى لابد أن يستوعب العالم خارطة الطريق المصرية لابد أن يستوعب العالم لغة الخطاب المصرية الرسمية والشعبية مجلس النواب ومجلس الشوء اجتمعه وممثلين عن شعب المصري بكرة الشعب المصري بنفسه هيجتمع ويقولوا نعم للقضية الفلسطينية لا للاحتلال الإسرائيلي لا لإبادة أهل غزة مهم جدا أن قضية فلسطين تفضل على أرض فلسطين ويسيبون أن نحن الباقي يعني هم يضافوا عن أضيتهم على أرضهم ويسيبون أن نحن الباقي إحنا بقى هندعمهم ونساعدهم ماديا وطبعا في الإطار القانوني والإطار الأممي من عالم يعني في بعض الإنسانية كتير أنا شفت تصرحات لبعض الوزراء في حكومات أجنبية بيتكلموا لصالح غزة وده أمر عظيم للغاية طبعا وشفت برضو تصرحات لناحية أمريكا اللاتينية وإمريكا الشمالية لبعض الدول بردين بعض المساعدات يعني في الإطار في هذا الإطار ففي إنسانية ربما عند البعض وتختفي عند الآخر لكن الناس تبقى عارفة ومتأكدة أن قادة الدول لديهم معلمات حقيقية ويعلمون أن أن الفلسطينيين يموتون لكنهم بيختاروا طريق دعم إسرائيل باعتبار أن إسرائيل هي أمريكا وإسرائيل هي ألمانيا وإسرائيل هي فرنسا وإسرائيل هي إيطاليا وهم هيكملوا في الطريق ده لكن إحنا برضو مش ميتين إحنا شعب حي في منطقة فيها ناس حية وفي رؤساء قادرين على أن هم يديروا المشهد بشكل مختلف خارطة الطريق المصرية لابد أن يستمع إليها الجميع ولابد أن يكون الإسرائيليين أول من يستمعون لها حتى نصل لحلول منطقية يعني حقيقة أنا بشكرك على التحليل الرائع ده والثري الحقيقة يعني زكي القاضي مدير تحليل اليوم السابع والمتخصص في الشؤون العسكرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني تحليل كان سري بمعلومات طبعا طبعا إحنا مستمرين طبعا مع حضراتكم في تغطيات على مدار الأيام المقبلة وإن شاء الله ما تكونس فيها أسابيع أو أكتر من كده إن شاء الله بإذن الله تكون أيام قليلة مقبلة إن شاء الله لتحليل المشهد من الأراضي الفلسطينية المحتلة أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دائما في المزيد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة